موسيقى 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 يا أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم سكورشيت اللي يطل عليكم عبر قناة كويت الرياضية وتلفزيون دولة الكويت فكرة هذا البرنامج مثل ما عرفتوها من استطيع صيف كريم ويختار أفضل 11 لاعب من وجهة نظرة على صعيد الدوريات أو على صعيد المنتخبات وحديثنا اليوم عن أفضل 11 لاعب في التاريخ التشكيلة العالمية مع المدرب الوطني مبارك الحسيني مساك الله بالخير حياك الله مساك الله بالخير محمد وإن شاء الله اليوم نستمتع إياكم وإن شاء لنا التشكيلة حلوة نشارك فيها البطلات حياك الله اليوم والله نتحدثنا عن ناديك يا مبارك جداً ما قاعد يمر لي بربول يعني الوضع عندنا صاحب إلي طبيعي ست سنين يعني بمستوى عالي طبيعي أي فرق بالعالم ست خمس سنين بيا اليوم بصير درب صحيح ومشكلنا صارت تضرب مع إصابات غوي حيل يعني إيه إصابات ومشكلنا النفاتيح اللعب هم اللي صار عندهم مدرب غوي خصوصاً الباكات من الملام الأول في مشكلة دربول الإدارة الإدارة؟ طبعاً هي لي ما قاعد تبحبحها مع يورنين ولا راح تبحبحها ولا راح تبحبحها ناش فيه للأمريكا إيه ويد زين اليوم لو تحدثنا عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم يا مبارك منه بالنسبة لك بالنسبة لي ميسي ميسي يمكن لعب حتى لما فقد الخفة ويمكن شفنا شوي قلة الخفة والمرونة عنده قير أسلوب لعبة بشكل غريب شفنا لاعب ثاني لكن لاعب مو طبيعي فميسي صانع لعب مهاجم طرف بكل المراكز اللي يلعب فيها كان أفضل لاعب شفناه بالمراكز اللي يلعب فيها صادق أنت هو الواحد يقول لي ميسي أفضل لاعب بتاريخ لا حيّة؟ ماكو شف إجماع على طبعاً اليوم ميسي وعشاق أكثار وحتى اللي مو من ضمن عشاقه وتوقعت مو من ضمن عشاق ميسي يعني أنت مو من المشادي بس إحنا عندنا مشكلة محمد اليوم لما تقول ميسي أفضل لاعب بالتاريخ يعني يأخذون كلامك أنت قلت لا يعني هذا مو لاعب أنا ما قلت هذا مو لاعب طابعاً أنا هذا أعطي 100% اللي فلاني أعطي 99% لما أنا أتكلم عن ميسي ما غللت من أحد ثاني لكن أنا وجهت نظري اليوم أنا لو مدرف بأي نادي يخيروني يتبع أي لاعب أول لاعب يطري على بالي ميسي نعم للأسف بعض الجماهير يا أبو عبد الله وانت طرقت لهذه النقطة صراحة عندهم يا أبير يا أسف أي ما أبير ده بداخت واحد أنا أنت قد الثاني لا صح ما يعني بالعكس يعني أنا أفضل هذا ما يعني أن هذا ما يقدم مستويات زينة أو مو لاعب أسطورة مثل رونالدو الفرازيلي ولا ماردونا ولا كيسترنادو أكيد أنهم نجوم كبار اليوم لابن نختار 11 لاعب الأفضل من نجهة نظرك شنو الرسم الفني اللي راح يختاره مبارك الحسين 4-3-3 4-3-3 وهذا الرسم جاهز أمامك يا أبو عبد الله ونبي ننتقل لحراسة المرمى عشان تختار الحارس الأبرز لتشكيلتك نوير شمايكل ليفياشين كورتور كاسياس بوفون بالنسبة لك شمايكل بيتر شمايكل بيتر شمايكل برغم الليفربوليتك طبعاً شمايكل من يمكن اللي أنا عصرتهم أو اللي شفتهم يعني ليه اليوم؟ يمكن هو كان أفضل حارس يعطي هيبة حق المدافعين يعطي أمان يعني يمكن مانشستر حقه وبطوات كثيرة يرجع لفضل حق شمايكل بالأسف تلاحظ بالأوان الأخيرة منك ثرو التفكير أن الحارس يمر نتحس طاحت هيبة القران لا 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 الحين عطنا هو شي حارس يعرف يلعب كرة يعني يلعب يبني لعب بعدين لا ولوية صارت يبني يعني اليوم أدرسون مثلا عسب مثال أدرسون بالستي ما هم الحراس المتميزين لكن أميز حارس على مستوى العالم في صناعة اللعب نعم درسون أتوقع لو على سنوات تسع وتسعين والفين يحلم يلعب لا لا يلعب درجة ثانية كل شيء إذن اختيار الكابتن مبارك الحسيني اللي بتر شمايكل من انتقل لقلوب الدفاع يا أبو عبدالله وأيضا عندنا ست قلوب الدفاع من ضمنهم صديقك فاندايك مالديني كانبارو كيليني راموس بويول أحسنك تحسن في نكس بعض رسمها وايد في نكس بس مثل يعني باريزي مو موجود نعم باريزي أنا عندي من أفضل غلوب الدفاع العالم اللي أنا شفتهم يعني الأمانة مدافع تاريخي صراحة لا مدافع يعني مدافع لهيبة صح يعني إذا أنت مهاجم شفت باريزي يرح تخاف قبل أن تلعب ما عنا مو صاحب جسم ولا هذا بس صاحب كان يجدنا لا لا باريزي يعني ما أدري باريزي أي مدرب العالم اليوم يمكن يتمنى واحد مثل باريزي نعم يمكن جون تيري مثلا مموجود في في وايد يعني اليوم نستا مموجود بردنان موجود فدش مموجود نعم نجهز أسماع كذلك نضيفها خلال الأيام القادمة ونحن نستفيد من رايك وأيضا رايك المتابعين فيها ضمن هذه الاختيارات فضل أروح أقل حبيب القلب دخلة من ضمن التاريخ يا دخلة من ضمن التاريخ ليش؟ أي أفضل هو ولا رامس؟ لا أشوف أحي أنت راح تدخلني على نفس المرة تتكلمني يقوش إذا قلته هو أفضل ما راح يصير؟ هذا حقق وهذا حقق نعم أنا أروح مع باندايك ومالديني إذا باندايك وأيضا باولو مالديني اختيارات مبارك الحسيني بس شوفوا اليوم هي اختيارات مالديني ولا رامس من الأرض عند مبارك؟ لا مالديني مو مالديني آسف باندايك أنا أختار باندايك لأن باندايك مدافع سوى تأثير على اللي بربول بشكل غريب ورامس سوى تأثير على ريام دي لا مصح رامس يمكن تم ليلة 2010 ليل عاشرة ليل عاشرة وأنت مانشستراوي تذكر كانوا في موسم العاشرة كانوا يبوني مشونة ريال مدريد وكانوا مانشسترا بيأخذهم بعد العاشرة بخلف ليل عاشرة كانوا يبوني مشونة صح أو لا؟ يمكن أنه صاحب الرغم الغياسي بالكروس الحمرة هو من النتائج الثقيلة التي كانت على مدريد بوجوده صح أو لا؟ لماذا لا تتكلم عن نسخة؟ كذلك نحن لم نعرف قبل السبع و عشرين كانوا موجود مع سلتيك و أيضا ساوثامتون فلماذا لا تتجاهل هذه الفترة؟ وتنتقل للفترة التي رامس حقق فيها نجازات كبيرة؟ تمام، أنت اليوم كرة الغدم 11 لاعب وظروف تخدمك إدارة مدرب لاعبين فأنت اليوم ممكن أن يبلك قلب دفاعي يلعب نادي صغير لكن مميز بالمنتخب لكن ما حقق نتائج كبيرة، ما حقق بطولات كبيرة الظروف ما خدمت أن يحقق نتائج كبيرة لكن اليوم أنا عندي رمس لو كان يلعب نادي ثاني ما كان راحقق اللي كان اللي حققه إذن رأيك و نحترم راح تدخل نبع ما إذن تدخلني بها إذن ننتقل للرهير الأيمن يا أبو عدلا طوى عندنا فليب لام زامبروتا زينتي حكيمي داني ألبس كاف لا أروح مع داني ألبس إذن اختيار الكابتن مبارك الحسيني مع داني ألبس كيف لم أخترت كافه؟ أثنين هم عظماء لكن داني ألبس من اللاعبين الذين عندهم البلنس مثل ما قلت لك البلنس الاستمرارية أحس البلنس ما تنضبق عليهم لأن دفاعيا داني ألبس ضيش لا بالعكس أنا أشوفها غير هالشي يعني واحد بواحد من أفضل مدافعين يعني زاد أنه هجوميا يمكن من أكثر الباكات اللي صناعوا هداف و أيضا عنده من ناحية البطولات و عنده بطولات يسجل التاريخ فأنا أروح وياها لطول إذن رأيك و نحترمه ننتقل للظهير الأيسر يا أبو عبدالله و كذلك عندنا أظهرة اختال من ضمنهم أشلي كول كارلوس هرناندز كانسلو مني؟ لا كارلوس طبع ضبرته كارلوس طبع شو تشجع منتخبه؟ والله ما أشجع يعني لما اعتزل جراد اعتزلت فيها المنتخبات ماضح بالدخابة كنت قلت رأى؟ كنت قلت رأى عشان جراد والله أنا من الصامدين للحين الله يعني إذن ننتقل لاختيارات طبعا كابتن مبارك الحسيني في الدفاع اختار داني ألفز، باندايك، مالديني، كارلوس و في الحراسة بترش مايك عندنا هذا الفاصل القصير و نعود باستكمال تشكيلة الكابتن مبارك الحسيني حياكم الله، متابعينا مرة أخرى مع أفضل هداعش لاعب بالتاريخ مع المدرب الوطني مبارك الحسيني، حياك الله الله حياك الله أبو عبدالله خلصنا الدفاع و أيضا حراسة المرباني، بننتقل للاعبين خط الوسط نتكلم عن فييرا ماتيوس، فييرون قاتوزو، بولسكولز، ماكيليلي، هرناندز، ستيفن جيرال ما في غيره، ما في غيره جيرال نهايً نعم، هذا إذا قلنا أسطورة مبارك الحسيني، اللاعب اللي يحب أكثر، اللاعب يحب في خلال متابعتك الكرة القادمة طبعاً، ستيفن جيرال؟ ايه هو لاعبك من فضل؟ هو سبب تشجيع الليبربول أو بعد ما شجعت الليبربول؟ لا، بعد ما شجعت الليبربول ما الذي خلق تشجع الليبربول إذا؟ أبوي الله رحمة رحمة الله عليك، شجعت الأندية بسبتها، نص الله كنا في 1980 كنا نرى دول الإنجليز ملخصات نعم، فكان يحرص نرى على غنات كويت رياضي نعم، على غنات كويت 9.30 يوم الجمعة صح فكنا نحرص أن نرى الليبربول، كان يضعوا مبارات دقيقة و دقيقتين، و يختاروا لكم مبارات لها تلساعة فكانت الأغلب وقت أنه كان الليبربول هو المتسيد، فكان أغلب شيء مبارات، مبارات ليبربول جميل جدا، إذا ستيفن جيرارد راح تكتفي فيه؟ عندنا محاور كذلك هجومية جيرارد الآن إذا ستيفن جيرارد نبي ننتقل للعب الرقم ثمانية يا أبو عبدالله وأيضا، الله يعينك اسمها قوية بيرلو، ريفالدو، زيدان، روي كوستا، دي بروين، ندفد، مودريتش، شاكا في مسبلك الله واحد ولا اثنين، بها اترا في أسماء الأجنحة والمهاجمين، يعني لا توقع أنك خلصت أروح مع زيدان و ريفالدو زيدان و ريفالدو، كلهم خط الوسط ولا تبي ريفالدو كلاعب جناح مع المهاجمين؟ الحين أقدر أختار اثنين وأقدر أصعد ريفالدو؟ أحن باقي لي اثنين أنا، تقيت لي بالنسبة الله تتوهق، عندك مهاجمين وأجنحة، لا تكتر نصيح لا لا، دام وراهم جيرارد، خلهم يهجموا عراحتهم منه؟ زيدان و ريفالدو؟ إذن زيدان و ريفالدو، ننتقل للاعبين اللجنحة يا أبو عبدالله، أيضا عندنا لاعبين مميزين أتوقع أنك راح تغير اسماء، أنا إحساسي يقول رونالدونيو ريبري، كريستان رونالدو دي مارية، كري هنري نيمار، مبافي ميسي لا لا، اختار ميسي و رونالدونيو ميسي و رونالدونيو، كريستان رونالدو، هنري و الراحل، لا ما تختار، إذن ميسي على جهة اليمين و رونالدونيو على جهة اليسار، نجمع تساطير برشو مالك ميو و البرشلونية أبو عبدالله؟ الخفيف الاختيارات، إذن ميسي على جهة اليمين و رونالدونيو على جهة اليسار، في اسماء من ضمن الأجهات، من أنضيفها؟ والله، اللي موجيك فائد، أنا شفتهم اخترعت رهان كرويف كرويف، أوه، يعني قريباً ما موجود صراحة نعم، هاري كويل، لا تغشب جيكس، جيكس، رايان جيكس، أتفق معي، يلا يا الإعداد، نوجه تحياتنا لأخونا فهد الخالب اللي نتمنى أن يضيف لنا هذه الأسماء اللي ذكرها، أبو عبدالله، ننتقل للمهاجمين يا أبو عبدالله وأيضاً عندك اسماء، رونالدو، روني، بامباستن، ماردونا، دروغبا، مولر، إبراهيموفيتش، بيلي لا واضح، رونالدو رونالدو الظاحرة رونالدو، بس يعني ما أدري، أنا رأي أنه كان مفروض أنه ماردوني يكون معه من ضمن الأجنحة من ضمن الأجيحة أو من ضمن اللاعبين الوسط، ما يصبح أنا أضع ماردونا رأس حربا نعم يعني كل يوم بامباستن، بيلي بس أنا أسمح لك تغيره، كيف تحطها بدل ميسي أو رونالدوني؟ لا لا لا، ميسي أفضل اللاعب التاريخ و رونالدوني؟ لا، إيه، فضل ماردونا على رونالدوني طبعاً نعم، أنا أسمح لك تغير، أخير، راح تلعبة جناعة لعبة جناعة إذن، رونالدو كاراس حرباً، ودييغو، أرماندو، ماردونا بدلاً من رونالدو، قلت لك أنك راح تغير كان عندي إحساس يا عبد الله، أنك راح تغير في هذه التشكيلة، كلمني عن الظاهرة الظاهرة للأسف لصابات حرمتنا منها طبعاً، يعني يمكننا هو لاعب حتى لما ثقل وزنه، كنا نشوف منه لبهات ثقل لعبة؟ إيه، بس يبقى رونالدوني، يعني يبقى رونالدو من، يعني يمكن صاحب أعلى لاعب عنده الفنش يعني اليوم أنت لما تشوف اللاعب ينفرد بحارس المرمى، من خمس انفرادات ممكن اللاعب يسجل وحده نعم إذا فرد ثلاث مرات يقول عشر مرات، ما يغشمر وما يحب يكون القول بدون لايكو في الحارس أصلاً ما يرتاح إذا ما طاب الحارس بالباعل إذا ما طاب الحارس ما يحسبه يتعب نفسياً إذا خلصنا تشكيلتك، يا مبارك الحسيني يا أبو عبد الله وللأمانة أحب أقولك أنها تشكيلة ثقيلة ثقيلة والله يا أبو عبد الله، تذكر لي الأسامي على هداوت، فضلا شمايكل، باندايك، مالديني، روبوتو كارلوس، دانيل يالفز، العود جيرارد، وزيدان ريبالدو هو الوحيد العود ايه طبعاً وميسي، ومارادونا، ورونالدو أعتقد أنا لو ألعب أشم بريات ما راح أستغبئ على قول، راح أسجل من ثلاثين إلى أربعين قول جميل جداً، أبو عبد الله مبارك الحسيني، شرفتنا ونوارتنا في سكورشي الشرف لي، واستمتعت فيها، صراحة، يمكن عشر دياغ لك استمتعنا فيها طول بعمرك يا أبو عبد الله، والشكر موصول لكم متابعين الكرام على متابعتكم برنامج سكورشيت على أمل إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع ضيوف آخرين، وتشكيلات أخرى، سمان الله اشتركوا في القناة